شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لإدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارتة الإنسانية بقطاع غزة وإنقاذ أهالي القطاع من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكن أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن تصفر بهدو التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أنتوني بلانكن وزير الخارجية الأمريكية والوفدة المرافقة له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأمريكية نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للسيد الرئيس منوها بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على استمرار التنصيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية حيث حرص وزير الخارجية الأمريكية على إطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة وقد توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع التساعي رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمساري حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة